الشفاعات الشيخ صالح الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعات الشفاعات العظمى الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعات العظمى بالمقام المحمود وكذلك شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب نظراً لما قام به من نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم الدفاع عنه وفهو يشفع فيه لا على أن يخرج من النار لأنه كافر والكافر لا يخرج من النار قال الله جل وعلا وما هم بخارجين من النار ولكن يخفف عنه العذاب فيوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه لا يرى أحدا أشد عذابا منه وهو أخف أهل النار عذابا هو العياذ بالله شفاعته والي خاصة به وأما بقية المشركين والكفار ما تنفعهم شفاعة الشافعين وكذلك من الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته بافتتاح باب الجنة أنه إذا سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر لا بد أن استأذن لهم من يفتح لهم باب الجنة فيشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم ويدخلون أي جنة إذا جاءوها وفتحت أبوابها مغلقة ما تفتح إلا بسبب وهو شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أنا